أنا اسم إبراهيم السيد أنا عاني 26 سنة أنا مهندس كهرباء أشغال في البارج جنريشان فيلد في الوقت الأولاي اللي أنا بقدر أقعد فيه على السوشيال ميديا من البيتجز اللي أنا أريدي انتريستد إن أنا أدخل عليها وتشكوا بص شوف إيه الجديد خصوصا بيج الجي إيه يعني شفت التشالنج ده في شهر عشر اللي فات إن هو تحدي من مصر إلى مصر نكتقدم حل التشالنج أريدي موجود في مصر بالديجتال سوليوشن فده كان بالضبط اللي أنا شغال عليه إحنا عندنا تحدي في مصر هو عدم اتزان الأحمال على تري فيزز بتوع شبكات توزيع الكهرباء نتيجة لاختلاف الأحمال على تري فيزز دول بيقدي لبقى فيه ديفرنس في المجنيتيود بتاع الباور المسعوبة من كل فيزز عدم اتزان الأحمال ده في الانترناشنال كود اللي احنا بنشتغل بيها ليها لمة معين إحنا في مصر معديين اللمت ده من هنا جاتلي الفكرة إن أنا أعمل كنترولر يقدر يحل المشكلة يحاول إن هو يوصل للبالنس بين الثري فيزز في الدستريبيوشن نتورك ويخلي الكاستمر العادي يقدر ينجيكت السنجل فيزز اللي هو محتاجه بالكوست اللي هو يقدر عليه كنترولر يتكون من سوفت وير و هارد وير دور السوفت وير إن هو يدتكت حالة الشبكة بيعرف الفيز اللي عليها اللود عالي محتاجه إيه علشان يبعت كنترول سيجنل للهارد وير عشان يعمل سويتشنج عليها علشان نقدر نوصل الليمت بتاع الامبالنس اللي موجود على الدستريبيوشن نتورك لأقل من الكود أو أقل من البيك اللي مسموح بيه الحل ده هيفيد مصر و هيفيد مؤظم الدول اللي عندها المشكلة دي بطريقين أول حاجة إن هو هيضمن الستابيلتي بتاعت البار سيستم ككل تاني حاجة إن أنا بعمل انهانسمنت للبار سيستم كله الفترة اللي فاتت أنا كنت أشغال على تشالنج بيوجهني في البروجهت التاعي هو الكمنيكيشن بين الكمنيكيشن فأنا محتاج يبقى فيه يربط بينهم عشان أقدر ياخد المناسب لحالة الشبكة فبريديكس من جنرال إلكتريك هيقدر يساعدني إن أنا أحل هياقدر يوفر لي اللي أنا بدور عليه الناس عادة بتتقسم نوعين نوع بيشتغل على بروتكت جديد أو بيحاول يبتكر حاجة جديدة ونوع بيشتغل على مشكلة موجودة وعاوز يحلها في وقت من الأوقات إنك توصل بيبقى أهم من إنك تعمل حاجك دي خصوصا لو كانت المشكلة دي من البيزيكس من حاجات الميجور اللي بتقابلنا من مصر لمصر ترجمة نانسي قنقر موسيقى